أفاد تقرير صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون الاجئين أن فصل الشطاء القادم في اليمن سيكون الأكثر برودة في معظم أنحاء البلاد متوقعا أن تصل درجات الحرارة في بعض المناطق المرتفعة في الجمهورية إلى ما دون الصفر أصبحت المعاناة ملازمة لملايين الأسر اليمنية منذ عقد مضى حتى مناخ البلاد أصبح عصيا عليها بعد تغيرات مناخية تشهدها اليمن صنفت ضمن ثاني أخطر التغيرات المناخية عربيا تقرير صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أفاد أن فصل الشطاء القادم في اليمن سيكون الأكثر برودة في معظم أنحاء البلاد متوقعا أن تصل درجات الحرارة في بعض المناطق المرتفعة إلى تحت الصفر في الوقت الذي يشير فيه التقرير الأممي إلى أن اليمن يعاني من سادس أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم نزح فيها نحو خمسة ملايين شخص منذ عام 2015 تؤكد أيضا أنه بعد هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات التي شهدتها اليمن هذا العام من المتوقع أن يجلب فصل الشطاء القادم ظروفا قاسية وباردة إلى معظم أنحائها بسبب ارتفاع بعض المناطق والمحافظات التي تعد أكثر برودة من معظم دول المنطقة درجات حرارة يمكن أن تنخفض إلى ما دون الصفر خلال أشهر الشتاء من أكتوبر إلى فبراير وفقا لمؤشر مخاطر تغير المناخ الذي أشار أيضا إلى أن اليمن ضمن أقل بلدان العالم استعدادا لصدمات المناخية تقديرات مجموعة المأوى لفتت إلى أنه بحلول العام المقبل 2025 سيحتاج نحو سبعة ملايين فرد إلى مساعدات في مجال المأوى والمواد غير الغذائية ومن بين هؤلاء الأفراد 4% من النازحين الداخليا في حين أن 60% الباقين هم من العائدين والنازحين الداخليا والمجتمعات المضيفة